السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم صلاح حامد وهذا الفيديو اللي ما يقارب الأربع أشهر وأنا منتظر علشان أسويه السبب إنه شركة وينبلس الخميس الماضي لأول مرة أطلقت تغريدة فيها تلميحة عن جهاز الوينبلس القادم بحيث إنه إلي فترة طويلة باستنى الوينبلس إن كان حيكون فور أو الفايف لأنه بالصين عندهم عقدة من الرقم أربعة فاحتمال ينطل الخمسة مباشرة أكثر جهاز أنا متحمس له من بعد الاس 8 في 2017 هو الوينبلس التالي قبل ما نبلش تغطيتنا على الوينبلس فور وإيش لما ينزلوش والمواصفات فحبيت في هذا الفيديو أني ألقي نظرة على جهاز الوينبلس 1 اللي هو أول جهاز طلع من عندهم وأقارنه مع الوينبلس 3T اللي هو تقريبا آخر وأحدث جهاز موجود عندهم في وقت إطلاق هذا الفيديو علشان نشوف قديش الشركة تطورت من أول جهاز طلعته لآخر جهاز طلعته وهالشي راح يماهدلنا إحنا لوين رايحين بالضبط من ناحية شركة وونبلس وإيش الجهاز القادم بتاعهم راح يكون فبدون أي تأخير خلينا بلش دي براند هي الشركة اللي بتصنع اللصقات الخرافية اللي بتشوفوها على كل أجهزتي والأجهزة اللي موجودة في هالفيديو اللي بتسمح لك أنك تخصص شكل جهازك ومظهره بالطريقة اللي بتناسبك إذا كنت مهتمنك تحصل على سكن مشابه لجهازك اضغط على الرابط الموجود في صندوق الوصف دي براند أصبح الآن رسميا بيدعم الشحن المباشر والسريع للشرق الأوسط من يومين إلى أربع أيام بشكل أقصى من لما تحط طلبك شركة وونبلس أطلقت لقب The Flagship Killer على جهاز الوونبلس وون لما نزلت جهاز كان بيحمل معالج سناب دراقون 800 اللي هو كان أحدث معالج موجود ثلاثة جيجا رام اللي كثير من الأجهزة الرائدة في سنتو ما كانت بتحملها أصلا بالإضافة لكاميرا ممتازة بطارية بسعة ثلاث آلاف وهاردوير بشكل عام جدا جدا قوي وبسعر ثلاثمية وخمسين دولار لما تحطت جهازين جنب بعض الحجم تقريبا ما اختلف بشكل كبير فلا يزال بيملك نفس الأبعاد إلى حد ضخم جدا ولكن الجهاز صار أرفع شوي أثقل شوي ومسكته أريح شوي بحكم أن الجهاز زوايا كلها ملفوفة وملمس ومعدني وكل الأمور اللي تقريبا بتشوفها على أي جهاز من الأجهزة لفلاكشب في سنتي 2017 عند قرأ بصمة موجودة من الأمام بينما على الوونبلس وون ما كانت موجودة تقنية بشكل جدا واسع السماع الرئيسي لا تزال موجودة بالأسفل على كلا من الجهازين وما تغير موقعها صارت أعلى بشوي على الثريتي ولكن تم استبدال منفذ المايكرو يو اس بي اللي كان موجود على الوون بيو اس بي تايب سي على الوونبلس ثريتي ولكن شي قد تستغرب منه أنه وونبلس لحد الآن ما ضافت فتحة مايكرو اس دي كارد علشان تزيد الساعة التخزينية الخاصة بالجهاز ولا تزال الساعة الداخلية للجهاز هي 64 جيجا بايت نعم كان فيه إصدار من الوونبلس وون بيجي 16 جيجا بايت مع اللي هي اللون الأبيض وفيه إصدار أيضا من اللي ثريتي بيجي 128 جيجا بايت ولكن كلا هدول إصدارين إصدارات محدودة الإصدارات الرئيسية كانت 64 ولا تزال 64 جيجا بايت كلا الجهازين لا يزالوا يملكوا نفس حجم الشاشة اللي هي 5.5 انش ولكن أنا سعيد جدا أن وون بلس انتقلت من شاشة الالسي دي اللي كانت موجودة على الوون إلى شاشة من نوع أموليد على الوون بلس 3T واللي هو أمر ساعد بشكل كبير بقوة سطوع الشاشة وبتباين الألوان وشكل عام أعطى تجربة أفضل بكثير من الوون بلس وون ولكن لا تزال فالأتش دي أما بالنسبة للكاميرات فالوون مزود بكاميرا قوتها 13 ميجابيكسل أما الـ 3T فمزود ب16 ميجابيكسل وثلاث سنوات ضافت 3 بيكسل ولكن المسألة أبدا ليست مسألة تعداد بيكسلاته فقط فقاعدين نتكلم عن اختلاف خمس أجيال بالحساسات اللي موجودة بالداخل الكاميرات هاي الأمر اللي ترجم لصور أنقى وصور أكثر حدة على الـ 3T تعامل الجهاز بشكل عام مع الـ Dynamic Range أفضل بكثير ففي مدى ألوان أكبر بيكون موجود بكل الصور وفيه تعامل أفضل مع الـ Exposure العالية والوون مقارنة في صور لـ 3T لا تعتبر صور سيئة جدا ولكن فيها شوية غباش فيها شوية نوعا ما بطء في سرعة الالتقاط ولكن احنا بنتكلم عن فرق ثلاث سنوات من تطور التكنولوجيا بشكل عام والأمر أيضا بينطبق على الكاميرا الأمامية فالوون بيملك كاميرا بقوة 5 ميجابيكسل أما الـ 3T فبيملك كاميرا بقوة 16 ميجابيكسل ولكن مع هيك كل كاميرات الجهازين الأمامية والخلفية هي بحجم فتحة F2.0 ولكن لما ننتقل للحديث عن تصوير الفيديو فهو أنا راح نشوف فرق شاسع جدا ما بينهم بحيث أنه أولا الـ 1 ما كان بيملك قدرة تصوير بدقة 4K والـ 3T الآن أصبح مزود بتثبيت صورة بصري الأمر اللي بشكل فرق شاسع جدا بتسجيل الفيديوهات بشكل عام بالإضافة أنه قوة المايكروفونات اللي موجودين على الـ 3T أعلى بكثير من اللي موجودين على الـ 1 عينات الفيديو اللي أنتوا شايفينها الآن التقطت بنفس اللحظة وبنفس الظروف وراح تلاحظ أنه الـ 3T بتعامل مع الصور والفيديوهات بشكل أفضل بكثير العملية ليست فقط هاردوير بل أيضا معالجة الصور والفيديوهات الداخلية أفضل بكثير فتفيه تحسهم ملحوظ جدا أما لما نتكلم عن نظام التشغيل فالـ 1 كان مزود بأندرويد لوليبوب أما 3T فمزود بأندرويد نوغا اللي هو الآخر والأحدث ولكن السبب أنه الـ 1 هو أحد الأجهزة النادرة جدا في العالم أنه هذا الجهاز الروم الرسمية الخاصة للسوفتوير تاعه كانت سياناجين مود سياناجين مود على جهاز الـ 1 كان يسمح لك أنك تعمل أمور ما حدا ثاني كان سامع فيها أطلاقا لا مصنع صيني ولا مش صيني كان داخل بها المواضيع قدرة أنك تعدل على الثيمات تعدل على التاسك بار الموجود بالأعلى تعدل على الأزرار الموجودة أمامك تغير بشكل الثيمات وتعير من إعدادات الـ performance نفسها أنك تعلي CPU تعمل كسر للسرعة من نفس الروم الرسمية والأمر كان شي غريب جدا جدا بالنسبة لأي جهاز وأي شركة رسمية أنه يكون موجود انتقالا للحديث عن البطارية الـ 1 لما طلع كان مزود ببطارية بساعة 3100 ملآم باللي هي قد لا تبدو هالرقم الخرافي أما بالنسبة للـ 3T فبنتكلم عن 3400 ملآم يعني ثلاث سنوات زادت 300 ملآم بس ولكن هذا الكلام للأسف الشديد لا ينعكس على أداء البطارية الـ OnePlus 1 كان واحد من أفضل أجهزة التي جربتها من ناحية استهلاك البطارية كان جدا مبهر جهاز كان يعطي لغاية 5 إلى 6 ساعات من وقت تشغيل الشاشة الكلي في وقت أزعم جهاز ثاني من سامسوغ ومن أبل كان يعطي من ساعتين ونص لثلاث ساعات ونص بأقوى حالاته على الإطلاق هذا الكلام للأسف الشديد ما ترجم للـ OnePlus 3T بحيث أنه كثير من الأمور التي تم تضحي فيها علشان يصير عمر البطارية يعني نوعا ما من ثلاث إلى أربع ساعات بالكثير الأمر الذي تغير من الناحية الإيجابية هو أن سرعة الشحن أصبحت الآن بدل ما هي كانت ساعتين على جهاز الـ OnePlus 1 أصبحت الآن ساعة وخمسة وعشرين دقيقة من صفر إلى مئة بالمئة على جهاز الـ OnePlus 3T OnePlus عملت شيء بالداش شارجر الخاص فيها اللي بسمح للجهاز أنه يثبت على سرعة عالية ويظلوا على نفس السرعة لحد ما يخلص شحن للجهاز بشكل كامل وليس بسرع بشدة هيك بعدين بيهدي لحد ما أنه آخر خمسة بالمئة تقعد ساعة كاملة مثل ما بنشوف على كل الأجهزة الموجودة حاليا فهذا الجهاز واحد من أسرع الأجهزة أو حتى الـ 3 هو أسرع جهاز على الإطلاق جربته على القناة من ناحية سرعة الشحن هذا في المركز الثاني وبالنسبة لمسألة السعر فهي شيء يختلف بشكل ضخم جدا على مدى تطور شركة وين بلس بحيث أنه هذا الجهاز كان سعره 350 دولار لأصدار الـ 64 وحتى الـ 16 كان بـ 300 دولار أو الـ 2 حتى اللي بعده زاد 50 دولار الـ 3 زاد كمان 50 دولار الـ 3T زاد كمان 50 دولار تقريبا لا 20-30 دولار شيء زي هيك لحد ما وصل لـ 400 وشوي فنعم الشركة قاعدة بترفع 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 صحيح إنه قادة بتحصل على ميزات أكثر بتحصل على جودة أفضل ولكن إلى حد ما بلشت الشركة تقترب إلى رينج أسعار الشركات العادية بطل في عندك الشيء القاتل المميز لـ 1 بلس إنه والله في عندك جهاز مواصفاته عالية جدا بمنتصف السعر بطل تقدر تحكي منتصف السعر لأنه الجهاز أصبح ثلثين يعني إلا تسعين بالمية من سعر الأجهزة الأخرى الفلاقشة بسم الأجهزة المعروفة فإن شاء الله ما نشوف قفزة ضخمة جدا بالسعر كمان مرة على الجهاز 1 بلس القادم وهذا بشكل عام كان كل شيء حبيتني ألقي نظرة على تطور شركة 1 بلس ككل وشو اللي صار ما بينهم وما بين أول جهاز وآخر جهاز لهم كدش أنت متحمس لجهاز 1 بلس القادم وإيش رأيك في شركة 1 بلس ككل حابني أسمع رأيكم في قسم التعليقات بالأسفل هذا كان كل شيء لهالفيديو إن شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا من متابعة هذا الفيديو كما معكم صلاح حامد في أمان الله